احتج عمال مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بعاصمة الولاية غيريزان حيث دخلوا في إدراب مفتوح عن العمل بسبب رفض إدارة المؤسسة التكفل بمطالبهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية اليوم أعلننا عن إدراب مفتوح لأسباب متعددة ونريد أن نوجه رسالة إلى السيد المدير العام لمديريات النقل ومؤسسة النقل الحضري عبر الوطن تأخر مديري المؤسسة عن المسادقة على الاتفاقية الجماعية للعمال أمر جعلهم يخرجون عن صمتهم طالبنا المدير بأبسط الحقوق اللي عند قاعد مؤسسات من بينها الاتفاقية الجماعية ومن بينها الخدمات الاجتماعية لكن نرفض هو يماطل راه يماطل وما زال يماطل وما زال يتحجج بأمور ما كانش ماشي في القانون الاتفاقية الجماعية راي مخدومة في ساموة في خمس شهر بابا يستنيها الخدمات الاجتماعية ما عندناش راح العامل من يصر عندها مرت ورحي سنل فضرهم بيدوي الابنة تاعه ولا الزوجة تاعه مطالب لا تتعدى أن تكون حقوق مهنية واجتماعية رفضت الإدارة التكفل بها ورانا احنا واقفين من أجل مطالبنا وحنا كدلك مطالب هدو الأموال هدو ما هيش مطالب خيالية لكنها مطالب في حدود المعقول الشرق نيوز حاولت الاتصال بمدير المؤسسة إلا أننا لم نتمكن من ذلك ليبقى إضراب العمال متواصل والإدارة تتهرب من المسؤولية